وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ المكر هنا هو حسن التخطيط الإلهي ولطف التدبير الرباني والماكرون هنا محمد وآل محمد فإن التخطيط بأيديهم وإن التدبير والتقدير إليهم نحن لا نتوقع أن الله سبحانه وتعالى يقايس بين مكره ومكر إبليس أو أن يقايس بين مكره سبحانه وتعالى ومكر معاوية على سبيل المثال هذا الكلام ليس منطقيا هناك ثلاثة احتمالات والله خير الماكرين إما أن الله يقايس نفسه بماكرين لا وجود لهم وهذا الكلام ليس منطقيا كيف يقول في قرآنه والله خير الماكر ولا وجود لماكرين يقايس نفسه معهم الكلام ليس منطقيا أبدا يكون الكلام لغوا حينئذ لا يقول حكيم مثل هذا إذن الماكرون موجودون هناك احتمالات الاحتمال الأول الماكرون إبليس ومعاوية وأمثال معاوية هل يعقل أن الله يقايس نفسه بهؤلاء ثم هكذا يقول والله خير الماكرين صيغة خير هذه صيغة أفعل التفضيل في الأصل أخيار يعني أن الماكرين هم أخيار ومكرهم خير لكن الله أخيار منهم لأنه هو الذي أوجدهم وهو الذي أعطاهم القدرة على هذا المكر على حسن التخطيط ولطف التدبير الماكرون محمد وأهل محمد حينئذ سيكون الكلام منطقياً لأنه قايس نفسه بالذين يقول دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا عنهم لا فرق بينك وبينها وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك لا فرق بينك وبينها بين هذه الذوات بين هذه الحقائق لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك تكون المقايسة منطقية وجيهة حكيمة حينئذ المكر هو التخطيط الحسن التدبير اللطيف الذي يكون خفياً إنها كواليس مسرح التقدير ومكر هؤلاء أسسوا مكرهم على الذي شاهدوه على خشبة مسرح التقدير لكن الله سبحانه وتعالى يكون مكره في كواليس مسرح التقدير عبر أوليائه الماكرين المخططين التخطيط الحسن والمدبرين التدبير اللطيف ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذا ذهبنا إلى سورة الأنفال وإلى الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وإذ يمكر بك شيخ نجدي شيخ نجدي وهو الذي أشار عليهم ما أشار به ذلك الشيخ النجدي بعد أن أشار عليهم ما أشار به أخذوا يفتشون عنه كي يشكروه فما وجدوا إنه إبليس الروايات هكذا حدثتنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكري هناك حدث على خشبة مسرح التقدير وهناك حقيقة تجري في الكواليس هذا المضمون موجود في القرآن كله من أوله إلى آخره وحتى إذا ما أردنا أن نترك النظر إلى القرآن فإن واقع الحياة هو الذي يخبرنا عن هذه الحقيقة ما نشاهده من الأحداث حتى لو كانت سرية إنها سرية بحسب تصرفاتنا لكنها ليست سرية كسرية ما يجري في كواليس مسرح مسرح التقدير ما يجري في واقع الحياة له صورة نحن نراها ونحن نعلم في وجداننا هناك حقيقة وراء هذه الصورة نحن لا ندرك تفاصيلها هذا هو منطق الواقع وهذا هو منطق القرآن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 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 ويمكر الله والله خير الماكرين هذا تكرار لنفس الصيقة السابقة والله خير الماكرين خير الماكرين الممدوحين ما هذا مكر من رسول الله ومن أمير المؤمنين أن بات الأمير في فراشه ما هذا مكر ظاهر هم مكر ونحن مكرنا محمد وأهل محمد هذا مكر ظاهر أنا لا أتحدث عن المكر الظاهر هنا وإنما جاء الكلام استطرادا فإن الآية حين تقول والله خير الماكرين إنها تتحدث عن المكر الخفي مثل ما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك هذا أمر ظاهر ولا تمكر بي في حيلتك هذا أمر خفي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين من سورة الأنفال أذهب بكم إلى سورة النمل إلى الآية الخمسين بعد البسملة وما بعدها ومكروا مكرا ومكرنا وهم لا يشعرون هم لا يعلمون بتخطيطنا هم مكروا مكرهم وفقا للمعطيات على خشبة المسرح أكانت سرية أم علنية ظاهرة لجمهور الذي جاء لمشاهدة المسرح أم أنها خلف ستارة المسرح لأن ستارة لم تفتح بعد ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين الحديث عن قوم ثموت سياق سياق وكيف 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 كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أنجيناهم بمكرنا هذه الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة ففيها الكثير من المطالب والوفير من المضامين لكن الوقت لا يكفي للتوغل في جميع جهاتها وإنما أكتفي بما أردت الإشارة إلي من أن الآيات تتحدث عن صورتين عن صورة ظاهرة على خشبة مسرح التقدير وعن حقيقة تجري في كواليس مسرح التقدير هؤلاء لا يعلمون بها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون من سورة النمل أذهب بكم إلى سورة يونس إنها الآية الحادية والعشرون بعد البسملة وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون قل الله أسرع مكرا إنه المكر الأسرع وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون من سورة يونس إلى سورة الأعراف وإلى الآية التاسعة والتسعين بعد البسملة أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الأمن من مكر الله من عظائم الذنوب من كبائر الذنوب أفأمنوا مكر الله يعبثون ويفعلون ما يريدون وهم يعتقدون أن مكر الله بعيد عنهم أن يأمن الإنسان مكر الله كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم إنها عظيمة من العظائم العقائدية وكبيرة من الكبائر العقائدية كيف يأمن الإنسان مكر الله إنه يستهين بجلاله وقدسه لأنه يقلل من شأن حكمته حكمته سبحانه وتعالى أن تكون الأحداث ظاهرة على خشبة مسرح التقدير لكي تستمر الحياة لأننا إذا اطلعنا على الحقائق فإننا لا نستطيع أن نستمر في حياتنا والاستمرار في الحياة غاية مطلوبة لتطبيق البرنامج الإلهي فلأجل أن نستمر في حياتنا كي نطبق البرنامج الإلهي لا بد من غفلة هذه الغفلة تتحقق في أن نظرنا يقف عند حدود خشبة مسرح التقدير ولا يستطيع أن يتعداها إلى كواليس مسرح التقدير فلا يحق لنا أن نأمن ما يجري في الكواليس تلك استهانة بحكمة الله سبحانه وتعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون من سورة الأعراف أذهب بكم إلى سورة الرعد إلى الآية الثانية والأربعين بعد البسملة وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعَ حَتَّى مَكْرُهُمْ هو جزء من التقدير فيما يظهر على خشبة المسرح ولذا فإن المكر بكله لله سبحانه وتعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا قلت لكم إنها شبكة معقدة من الأحداث والحوادث شبكة تلتقي فيها كل الخطوط هناك خطوط متصلة وهناك خطوط منفصلة وهذا الانفصال وهذا الاتصال قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا وقد يكون نفسيا لا علاقة له بالزمان والمكان إنما يكون التواصل نفسيا وجدانيا بغض النظري عن الزمان والمكان إذا كان التخطيط يرتبط بشخص بما هو هو بغض النظري عن الزمان والمكان وقد يؤخذ الزمان والمكان في التقدير تارة يؤخذ المكان فقط وأخرى يؤخذ الزمان فقط وتارة يجمع بين الزمان والمكان قد يقول قائل كيف يمكننا أن نفصل بين الزمان والمكان نحن لا نفصل بين الزمان والمكان لكن التقدير لا يعبأ بالزمان في بعض الأحيان وإنما يعبأ بالمكان الزمان يكون ليلا يكون نهارا يكون في الصيف يكون في الشتاء يكون في بداية عمر الإنسان أو في آخره ليس مهما في التقدير المهم المكان إذا ما وصل إلى المكان الفلاني لغاية لغرض فإن التقدير يفعل في ذلك المكان بغض النظر عن الزمان وفي بعض الأحيان يكون التقدير ناظرا إلى الزمان وليس إلى المكان فلا يعبأ التقدير بالمكان وإنما يعبأ بالزمان وفي تقدير آخر فإن التقدير يعبأ بالإثنين معا بالزمان وبالمكان وهكذا هذا الكلام تقريبي هذا الكلام على سبيل الأمثلة والنماذج من مراتب وأشكال وألوان وأنواع التقديرات في خارطة التقدير المعقدة والمعقدة جدا والتي هي على طبقات وطبقات لا حصر لها الذي يظهر منها على خشبة المسرح هو رأس خيط من تلك الشبكة المعقدة الواسعة الممتدة كل شبكة موجود في كواليس مسرح التقدير إنها تحت نظر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العكرة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقال طاعة الله ومعرفة الإمام عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفة باكر العلوم صلوات الله وسلامه عليه هل عرفت إمامك قال قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذا الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان إنه الكتاب الذي في بيوتكم أذهب بكم إلى دعاء كميل إنه كميل ابن زياد رضوان الله تعالى عليه من أصحاب سيد الأوصية هذا الدعاء علمه أمير المؤمنين لكميل هذا ماذا نقرأ في دعاء كميل اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك ما يظهر على خشبة المسرح من فرار الإنسان من الله يحاول الإنسان في الدنيا يحاول الفرار من الله هذا على خشبة المسرح فقط في الكواليس لن يستطيع الإنسان الفرار من الله إلى أين يعطي وجهه ونهاية أمره الموت اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك خفي مكرك في كواليس مسرح التقدير وظهر أمرك فأمرك هو الغالب وأمرك هو الظاهر وما يجري في الكواليس هو الذي يكون ظهر أمرك غلب أمرك الذي في الكواليس أمرك هو الظاهر وأمرك هو الغالب وما بدأ لعبادك على خشبة مسرح التقدير كان لصالحهم وكان بإمكانهم أن يحسنوا الاختيار إلا أنهم أساءوا هل يستطيعون الفرار من حكومتك إلى أين يذهبون إلى أي مكان يتوجهون اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مقرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك نحن إذا أردنا الفرار فإننا نفر منك إليك إلى أين يكون فرارنا إننا نفر منك إليك إننا نفر إلى بابك الذي فتحته لنا أين باب الله الذي منه يؤتى هكذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فرارنا إلى هناك منظومة الأدعية بنيت على هذا الأساس كل الأدعية من أولها إلى آخرها ماذا نقرأ أيضا في دعاء كميل إلهي ومولايا أجريت علي حكما أنت الذي أجريته علي أجريت علي حكما كيف تصور هذا على خشبة مسرح التقدير إلهي ومولايا أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي عدوي هو الشيطان الشيطان الإنساني شيطان الجني الشيطان بكل أشكاله إلهي ومولايا أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء أسعده أعانه القضاء أعانه على هذا هكذا تقدر الأمور وأسعده على ذلك القضاء فتجاوست بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك نذهب إلى فاصل عن بوريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئاً ونوراً يمشي به في الناس إماماً يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْإِمَامِ إِلَاهِ وَمَوْلَايَ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حُكْمًا اتَّبَعْتُ فِيهِ هَوَى نَفْسِي وَلَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ مِنْ تَزِينِ عَدُوِّي فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَى وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءِ أَسْعَدَهُ قَضَاءُكَ عَلَى ذَلِكَ أَسْعَدَهُ أَعَانَهُ وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءِ دقق النظر في هذه العبائر فيها أسرار التقدير فيها أسرار ما يجري على خشبة مسرح التقدير وما يجري في الكواليس وما نقوم به نحن من إساءة فعل بإمكاننا أن نحولها إلى إحسان وإلى خير إلهي ومولايا أجريت علي حكماً أنت الذي أجريته علي اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى غرني عدوي بما أهوى خدعني وأسعده على ذلك القضاء فتجاوست بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك أنا الذي فعلت ما فعلت بنفسي لأنني لم أدرك ماذا يجري في الكواليس لو كنت مسلماً لإمامي لو كنت على عقيدة سليمة لو كانت ثقافتي ثقافة العثرة الطاهرة لو كانت عقيدتي أخذتها من هذه الأدعية والزيارات كما يقول أمير المؤمنين ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر الشيعة يقرؤون الأدعية ولا يفقهون معناها لماذا؟ لأن مراجعهم أساساً لا يفقهون معناها فمن أين يتعلمون؟ وحتى إذا ما شرحوها في الكتب أو في الفضائيات شرحوها بشكل خاطئ بدرجة مئة بالمئة وقد عرضت الكثير من هذا في برامجي فضائح جهلي وجهالتي مراجع الشيعة في شرح الأدعية لا تعد ولا تحصى على مستوى الكتب بالنسبة للذين كتبوا في شرح الأدعية وعلى مستوى البرامجي والمنابر بالنسبة للذين يتحدث من يتحدث عنهم على المنابر وفي الفضائيات وكذلك بالنسبة لأجوبتهم التي كتبوها على الأسئلة التي توجه إليهم فضائحهم لا تعد ولا تحصى وفاقد الشيء لا يعطيه فكيف يتعلم الشيعة حقائق هذه الأدعية فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك حتى فيما ارتكبته من سيئاتي وألزمني حكمك وبلاءك ويستمر دعاء كميل بنفس هذه الوتيرة إلى أن يقول في جهة أخرى من جهاته إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها هذا في كواليس مسرح التقدير أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهوداً علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيبة علي من ورائهم والشاهدة لما خفي عنهم هو أخفاه عنهم هو أمرهم بمراقبتي ولكنه خوفاً علي من عظائم سيئاتي التي سيكتبها الملائكة وبعد ذلك تطبق القوانين علي من قبل الملائكة المسؤولين عن ذلك هو أيهة رحمة هذه وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهوداً علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيبة علي من ورائهم والشاهدة لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت أذهب إلى دعاء الافتتاح هذا المقطع الذي سأقرأه عليكم من دعاء الافتتاح يناسب هذه العبائرة التي قرأتها عليكم من دعاء كميل دعاء الافتتاح مروي عن الناحية المقدسة من أدعية إمام زماننا التي وردت إلينا والذي يقرأ في ليالي شهر رمضان فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسة لا خائفا ولا وجلة مدلا عليك إنني أتدلل أحليك حينما أراك تفعل بهكذا فلماذا لا أتدلل عليك وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم حتى الملائكة الموكلون بنا لهم خشبة مسرح وهناك كواليس هناك كواليس نحن نفعل فيها الأعاجيب يسرها هو سبحانه وتعالى قطعا هذا السطر يتفعل عبر السبب المتصل بين الأرض والسماء إنه مهم زماننا هذا هو الساتر الحقيقي المباشر لهذا هو الذي يخفي ما يخفي عن هؤلاء الملائكة يعطل قدراتهم الكاشفة وكنت أنت الرقيبة علي من ورائهم والشاهدة لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته فلماذا لا أتدلل عليك وأنا أراك هكذا تفعل بي فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك أتدلل عليك مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك وما قتلني إلا جهلي ما قتلني إلا جهلي يا بقية الله فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك هذا هو الدلال بعينه أنا أتدلل وأتعزز عليه إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك التطول التفضل كأنني أنا المتفضل عليك كأن لي التطول عليك فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل ما قتلني إلا جهلي فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم هذه الكلمات تختصر حقيقة العبادة وتوجز حقيقة الإنسان وترسم لنا لوحة جميلة لأخلاق الله تعالى معنا تلك الأخلاق التي تتجلى في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه علي قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيئ كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطحرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي رواه عن إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه في أول الدعاء الشريف إلهي لا تؤدبني بعقوبتك إنها العقوبة الظاهرة على خشبة مسرح التقدير ولا تمكر بي في حيلتك إنها كواليس مسرح التقدير المكر يكون في الخفاء إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك كل الأدعية تلاحظون أن خيوطها نسجت وفقا لحقيقة ارتباط التشريع بالتكوين إنه ارتباط مفصلي لا نستطيع أن نفكك بينهما بين التشريع والتكوين كل الأدعية نسجت خيوطها وفقا لهذا النظام وحينما يأتي الحديث عن التقدير فكل الأدعية تتحدث عن تقدير ظاهر على خشبة مسرح التقدير وعن حقيقة خفية في كواليس مسرح التقدير والعاقبة هناك ولذا فإن الأدعية تحاول أن تجعل الإنسان قادرا على تجاوز ما يظهر على خشبة مسرح التقدير كي يحصل المعونة كي يحصل اللطفة لدفع ما يجري في الكواليس من هنا كان قانون الدعاء هكذا يقول من أن الدعاء قطعا بحقائقه يرد القضاء ولو أبرم إبراما ومر هذا الكلام علينا كل الأدعية مدارها هذا المدار لن تجد دعاء في منظومة أدعية العترة الطاهرة ليس مهندسا ومنظما وفقا لهذه الحقائق التي أشرت إليها ولو بنحو إجمالي الدعاء في عبائره هذه ينطق عن هذه الحقيقة إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واشترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك ويستمر الدعاء بنفس هذه القواعد والقوانين وفي ضوء هذا الذوق والطعم الوجداني الذي يجمع بين الذة والألم يجمع بين الحلاوة والمرارة بطريقة سحرية لا يماثلها تعبير أدبي لا في لغة الضاد ولا في أي لغة أخرى إنها هندسة أدعية العترة الطاهرة التي صدق من قال عنها إنها قرآن صاعد هناك قرآن نازل هو في المصحف وهناك قرآن صاعد إنها الأدعية التي علمنا إياها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من دعاء أبي حمزة إلى دعاء مروي عن سيد الشهداء من أدعية يوم عرفة النص الملحق بالدعاء المعروف أعني بالدعاء المعروف دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة الدعاء المروي عنه هناك نص مضاف إلى هذا الدعاء أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا جاء في هذا الدعاء المشحون بالإشارات والتلويحات والتلمحات في أعمق معانيها هكذا نقرأ في هذا الدعاء إلهي إلهي أنا الفقير في غناء هذه صورة على خشبة المسرح إلهي أنا الفقير في غناء فكيف لا أكون فقيرا في فقري هذه حقيقة في الكواليس إلهي أنا الفقير في غناء على خشبة مسرح التقدير فكيف لا أكون فقيرا في فقري في كواليس مسرح التقدير إلهي أنا الجاهل في علمي وأنا على خشبة المسرح أتباه بعلمي إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائم قاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء وليأس منك في بلاء ماذا أقول عن هذه الكلمات هذه الكلمات بحر متلاطم الأمواج في معانيها ودقيق أسرارها إلهي إلهي أنا الفقير في غناء فكيف فكيف لا أكون فقيرا في فقري إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي جهولا جهول فعول ظلوم صيغة مبالغة إني جاهل وجاهل 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 إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائم غاديرك في كواليس مسرح التقدير منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء إلى أن يقول الدعاء ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك بما هو محال بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشك إليك حالي وهو لا يخفى عليك هذه العبارة عجيبة أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت أم كيف لا تحسن أحوالي على خشبة المسرح وبك قامت في الكواليس أم كيف أترجم بمقالي على خشبة المسرح وهو منك برز إليك في الكواليس أنا لست مرتاحا لاستعمال هذه التعابير أن أستعمل خشبة المسرح وأن أستعمل الكواليس وأنا أتحدث عن هذه الأدعية العظيمة لكنني ماذا أفعل كي أقرب لكم الفكرة والصورة وهذا مثال والمثال كما أقول لكم يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة لكنني مضطر إلى ذلك لأنني إذا أردت أن أشرح هذه العبائرة كل عبارة بحاجة إلى حلقة وربما أكثر وأنتم تعرفون الصدق مقالي جربتموني حينما أريد أن أشرح الأدعية أو أن أشرح الزيارات سأحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا ولذا فإنني جئتكم بهذا المثال كي أقرب لكم الفكرة بقدر ما أستطيع جئتكم بمثال خشبة المسرح وكواليس المسرح ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك وكيف أتوسل إليك بما هو محال بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت بك قامت بك قامت أحوالي نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في حليا وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المطلون وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الحديث نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا أسألكم الدعاء جميعا في عمان الله شكرا